ونبقى في جولة محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل في سامراء حيث التقى خلالها شيخ عشيرة البوسلو وأكد محافظ صلاح الدين أنه لن يتدخل جهداً لاستعادة سامراء عفيتها كونها تعد مرتكزاً مهماً ولها انعكاس على عموم المحافظة مشدداً على أننا سنعملوا مع الجميع لزيادة الخدمات وإزالة العقبات التي تقف أمام المواطنين مطالباً بتعاون مع القوات الأمنية لتوفير أفضل الأجواء خصوصاً وأن سامراء تستقبل ملايين الزائرين سنوياً من جهته ثمن شيخ عشيرة البوسلو دور المحافظ واهتمامه العالي بسامراء والذي تحقق فيها الكثير من الإنجازات من خلال زيارات والمتابعات الميدانية المستمرة للدكتور المهندس عمار جبر خليل ترجمة نانسي قنقر